ما عليك يا مريم؟ الحقيقة مر دائما افتتاحية العميد أحمد عبد العزيز الجار الله عملا بمبدأ خذوه فغلوه يتجه نواب في مجلس الأمة لاستغلال ما تبقى من دور الانعقاد الحالي في تحقيق مكاسب أو بطولات انتخابية لذلك عمدوا إلى التصعيد ضد وزيرة المالية بعدما رأوا أن الحكومة على استعداد للتضحية بالوزراء عند أول امتحان لكن السادة النواب أخطأوا الهدف هذه المرة لأن حملتهم على الوزيرة مريم العقيل تدل على عبثية وليس مسؤولية وطنية يجب أن يتحلى بها مشرع الأمة فالعقيل تحدثت عن وضع الكويت المالي بشفافية وصراحة ولأن ما قالته يخالف رغبات النواب الذين يخضون معاركهم الانتخابية من المال العام ومصلحة الدولة فأنهم يسعون إلى قمع كل صوت عاقل يحذر مما تتجه إليه البلاد إذا استمر الهدر العبثي على ما هو عليه ويتجاهلون الحقائق التي تنشر يوميا في تقارير مؤسسات دولية مرموقة وأيضا محلية فالحقيقة عند هؤلاء هي كما يقول المثل الشعبي كمن يؤذن في مالطة لا شك أن وزيرة المالية تدرك تماما أن كلامها الواقعي لا يمكن أن يكون شعبويا لأنه في جانب منه يمس مصالح المرشحين وحتى شريحة من المجتمع وهي في منصبها هذا لا تختلف عن كل وزراء المالية في العالم وحتى المحاسبين في الشركات الذين هم الأكثر كرها من الناس والموظفين لأن طبيعة عملهم تحتم أن يعملوا على مبدأ التوفير من أجل الاستدامة ومنع العجز أو علاجه في حال سجلت الميزانية نسبة منه أو قال الوزير الحقيقة مهما كانت مرة النواب عندنا تركوا جملة من القوانين بلا أي نقاش ليس منها فقط مسألة رفع الدعم الذي يكبد الدولة سبعة مليارات دينار هدرا سنويا ولا قانون الدين العام الذي كان يجب إقراره في السنوات السابقة قد أهملوه لينصرفوا إلى معاركهم الشخصية وتصفية الحسابات مع الوزراء على خلفية عدم تمرير معاملات طلبوها وغيرها من المصالح التي تفيد قلة بينما هي تضر الغالبية من الشعب حتى قوانين المناقصات والتلزيمات تحتاج إلى تحديث وشفافية كي لا ترهق المالية العامة بالترضيات الحاصلة حاليا فيما يتحمل المواطن أبقى ذاك الفساد الذي وصل إلى حد جعل الكلفة المالية لأي مشروع أكثر بضعف أو ضعفين من كلفته الحقيقية من خلال الأوامر التغييرية وهنا يحبذا لو تستفيد الأجهزة المعنية عندنا من المراجعة التي أجرتها السعودية حيث اكتشفت أن كل المشاريع المنفذة منذ العام 1980 حتى قبل سنوات قليلة تراوحت نسبة الهدر المتمثل بالرشة والترضيات فيها بين 10 و 15% من الميزانية العامة ولذلك غير ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان المنظومة كلها المتعلقة بالمشاريع منذ سنوات تنصح المؤسسات الدولية وكثير من المحلية بإقرار ضرائب معينة وتشريع القوانين بهذا الشأن لكن بدلا من العمل على هذا الأساس سعى النواب إلى زيادة ريعية الدولة عبر قوانين شعبوية لا تنسجم مع واقعها المالي وهي واحدة من أغرب المفارقات التي تواجهها دول في وضع مشابه للكويت ما يعني غياب المسئولية الوطنية للمعنيين في التشريع أو بالحد الأدنى عدم إدراك المخاطر المترتبة على الاستمرار في الإنفاق على الهدر ندعو وزيرة المالية إلى الاستمرار في قرع جرس الإنذار وعدم الخوف من التهديدات النيابية كما نطالب الحكومة بألا تتهاون في الدفاع عنها ليس على مبدأ عقد السفقات خلف الكواليس مع النواب لأن هؤلاء كلما وجدوا ثغرة يستطيعون توظيفها انتخابيا استغلوها مثل النار التي لا تشبع أبدا لذا على الحكومة إقفال صنابير الاستفادة الانتخابية من المال والمصلحة العامة وترك النواب يمولون حملاتهم الانتخابية من جيوبهم الخاصة وليس من المال العام لقد رأينا ماذا فعل مبدأ خذوه فغلوه بكثير من الوزراء وكيف أدى إلى شل البلاد وأضعاف السلطة التنفيذية فيما المواطن مستمر بدفع الثمن الباهذ لهذه المغامرات التي تزيد من الأعباء المالية والعجز في الميزانية وهو ما لا يجب أن تصل إليه الكويت ترجمة نانسي قنقر